انا من اول يوم كارثة الحمدانية والحد هذا اليوم انا ما عفت اي قضية من قضايا قاعة الهيثم وكل يوم اجيب دليل ووثيقة اعرضها الكم حتى يظل يطنطم الموضوع واللي جواباته صخلي معمع والدليل انه يومية ليل ونهار ليل ونهار اسوان وغيان واسامة ما عدهم شغلة غير بس يريدون يبررون موقف مو احنا والله مو احنا بالمسيح مو احنا لا اما ما يحلفون بالمسيح لان هم راحوا ويا جماعة ايران ويا الرحبر الايراني يسمى ونفسهم الشيوخ الشيخ غيان والشيخ اسامة والشيخ اسوان يسمى ونفسهم الشيوخ واني مالله اول مرة اسمع اكو شيخ مسيحي المهم اسمع سبب الحريق يوجد هناك العاب نارية حسب التقرير الذي وضحها الاخ وزير الداخلية واللجنة المشكلة هذا الحريق انت هذا عبارة عن كارفان ابنصر كارفان سفنج وايضا واضعين مناظر تجميل القاعة عبارة عن ماش خفيف جدا حصل ما حصل وتم الحريق سبب الحريق يوجد هناك هذا فوقع 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 شغل الفيديو بدون صوت تمام بس خلا شوفك تشذب حبيبي هذا الفعل هذا مو مالسفنج هذا مو مالالعاب هذا مو مالتشذب وشي ثاني شنو تم الحرق يعني شنو تم الحرق يعني ها هي وصلت الرسالة للرهبر الايراني نفذته تذكرون حادثة الكرادة الحد اليوم الحد اليوم ما قالوا شنو الانفجار اللي صار ومنين صار وشون صار وشنو هذا السلاح اللي انفجر تذكرون لليوم تمتموها فهس ريان ريدي تمتم شنو اللي صار بقاعة الهيثم بالحمدانية ريدي تمتم ليش زين سؤال يا الخبير الامني يا الخبير العسكري أسئلك سؤال أكو تحقيق مضبوط مطبوخ معروف يطلع بيومين ها بيومين زين أأكد عليك السؤال قل لي هذا السفنج اش قد يكون بالسقف اش قد يكون هذا السفنج اللي انت تتحكي عنه تمام أو الفلين يسوي البشر والعظم رماد انت لوتي لو جاي تستلوت انت أحد قل لك انه احنا ما نفتهم أحد قل لك انه احنا ثور الله برضا الله لا حبيبي قل لي علمك المسيحيين اللي بالخارج واللي بالداخل ده يتكاتفون حتى يسوون يشكلون اللي جان وتجي تحقق الشون ما حققه بمال رفيق الحريري وبعدين طلعت النتيجة ورش قد ورسنين طلعت النتيجة فحبيبي هاي الحادثة ما رح اتمر عليكم سلامات ما لتقعد تبرر وتم الحرق سبحان الله الله مني يريد يوقع الواحد بلسانه